أخي رشيد مشاهداتي أكثر من مشاهداتك ولكن أرباحي أقل من أرباحك يا أخي رشيد كيف ذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أصدقائي الكرام في حلقة جديدة على قناة بريزمان المعلوميات لطالما وجدت هذا السؤال أمام أصدقائي الذين يتوفرون على قناتات كبيرة يتفجأون بأرباحي بمقابل أرباحهم رغم أن البعض منهم والأغلبية منهم يتوفر على مشاهدات كثيرة بطبيعة الحال اليوم إن شاء الله جئت لأشاركك معك الطريقة التي نهجتها من أجل رفع أرباح قناتي أولا لا تنسى نقر على لايك للفيديو دائما تحت سياسة لالاحتكار يذلك تعليق محفز في الأسفل وإذا كنت جديد بالقناة اشارك وفعل أجرس لتتوصل بآخر المسجداتنا التقنية إذا كنت تتوفر على حساب أدسنس تقوم بالدخول إلى إعدادة أدسنس ثم إعدادة الإعلانات ثم بعد ذلك تقوم بالنقر على السماح بإعلانات ومنعها ثم بعد ذلك تختار شبكات الإعلانات كما هو موضح في الصورة التي تتظر لك الآن بعد ذلك صديق الكريم تأخذ تقوم بحضر جميع الإعلانات بدون إستنة وبعد ذلك تحمل البلوك نوت الموجود في ديسكريبشن هذا الفيديو تقوم بعمل كوبي لكل شركة إعلانية ونسخها في مكان شبكات الإعلانات ورفع حضرها عليها يعني إلغاء الحضر وهكذا دولك الشبكة الإعلانية الأولى الثانية الثالثة وبهذا تكون قد حضرت جميع الإعلانات واسترجعت فقط الإعلانات الرائعة التي سأتركها لك في وصف الفيديو إذا كنت تتوفر على يعني بارتنرشيب فريدوم فودسكرين أو أي شركة أخرى كل ما عليك سوى بالدخول إلى إعدادة الفيديو كما هو موضح في الصورة ثم بعد ذلك تقوم بإلغاء بطاقات دعائية بطاقة دعائية عندما تظهر في فيديوهاتك أخي الكريم لا تحقق بها نسبة أرباح جيدة ليست مثل الإعلانات المركبة والإعلانات الغير قابلة أو القابلة للتخطي بطبيعة الحال لايك للفيديو وتجيعنا بتعليق محفز في الأسفل أضرب لك إن شاء الله موعد آخر في حلقة مقبلة كانت هذه الطريقة التي شاركتها معك السلام عليكم ورحمة الله السعالة وبركاته إذا أعجبك الفيديو لا تنسى نقرأ على زر لايك وترك تعليق محفز وإذا كانت هذه أول مرة تتابع فيها قناة بريزما فلا تتردد بالنقر على زر اشتراك وتفعيل الجرس لتتوصل بآخر مستجدات القناة